موسيقى موسيقى وقال إن 1058 شركة رفعت راسمالها وسجل نحو ما يزيد عن 300 مليون لرؤوس الأموال في العام الماضي موضحا أن ما يزيد عن مليار دينار لشركات سجلت ورفعت راسمالها العام الماضي هذا وسجل نحو ما يزيد عن 300 مليون دينار رؤوس أموال ترجع تصعار النهط في تعاملات اليوم رغم التفاؤل بشأن الطلب على النفط الخام من الصين وجرى تداول خام برينت عند مستوى 86 دولار للبرميل وترجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.60% إلى 79.20 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برينت بنسبة 0.67% إلى 68.8 دولار للبرميل استقر الدولار وابتعد عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيص العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.3% إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك أنجيلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما اشتركوا في القناة